اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان انتهاء من اجراءات تطبيق الغاء رسوم 200 خدمة حكومية انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين وتنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر بالغاء هذه الرسوم في عشر جهات حكومية تمثل قطاعات حيوية مهمة في مملكة البحرين وضف معالي ان هذا القرار يأتي متوازيا مع اهداف برنامج التوازن المالي في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه مشيرا الى حرص واهتمام الحكومة في مواصلة الانجاز وفتح افاق اوسع للتطوير على كافة الاصعدة حيث ان الخدمات الحكومية التي الغيت رسومها شملت عددا متنوعا من القطاعات من مختلف الجهات الحكومية بما يراعي احتياجات المواطنين بالدرجة الاولى ويدعم الاقتصاد الوطني ويساهل اجراءات المستثمرين ويعزز من الحركة التجارية في المنبكة واشار معالي الوزير الى التزام الجهات الحكومية بتقديم تلك الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة باستثمرين